دكتور هيند حتى أنت قلتيني أنا بدأت بك أنت الأول في أنه حتى ما يبقاش في حال أنه الأب هو لي ربي وهو 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 إيه رأيك في كلامة الشيخ وهي رأيك في كلامة؟ بسيوة طبعاً يعني وجد نظر تانية وأنا برضو ممكن أقول رأيي فيها إحنا معرفش عارفين الخلاف كان بين الأب والأم كان ازاي؟ والمفهوم الخاطئ اللي عند بعض الرجال تعالك تفكري شوية مع نفسك آه لا يعني فتحوا فكرة تانية معي تعالي فكر معك بصوتها عالي لو أنا هرد بدلها هل مهما كان الخلاف بعد ثلاث شهور وإنت عرفت أن أنا حامل ده أنا حرامة أن أنا خبي عليك حملي ما هو للأسف بقى وجبت بنت متزاوي الهمم ده قلبه إيه؟ خلاف إيه؟ ده قلبه حقر هلنا نقول أن الطلاق للأسف بعض الأبهات لما بيطلقوا زوجاتهم كانهم بيطلقوا أولادهم ما فيش حاجة اسمها كده ما هو ده الواقع بس إنا بحنا نتكلم في الواقع والمجتمع واللي بقى فيه أنا نحكي لك على الواقع أنا عشان كابا قولك أنا الكلام ده على راسي والكلام ده على راسي بس إحنا نتكلم في الواقع هنسأل على بنت إحنا كنا سبب في يوم الأيام إنه تضل نأزية نفسية بسببنا عشان تقول لك كلمة اعتبار إنه ممكن عطفة الأب تتحرك وممكن بعد وفاة الأم بعد الشر ما أنا قوي خلينا حط الافتراض التاني إنه ممكن بعد أنا بس بقي حط الاثنين وهقولك في النهاية أنا شايفها الأنسب للبنت إيه إحنا قلت في الأول مش هينفع لإن إحنا كده بنحط البنت في بيئة غريبة ودي بيئة وإنتي مش مش مدركة يعني ده راح بيئة غريبة ما تعرفهاش خلاص هتتعامل إزاي هتشوف الموضوع إزاي هتتربى إزاي بعد كده تفاصيل كتير إنما أنا باتكلم في نقطة تانية لا افترض إن الأب عطفة واتغيرت إحنا هنا محتاجين قريدي للبنت إيه في الزوقت الحالي هو إلغية رب تفضار المسنين هيبقى عندها مشاكل نفسي لا إحنا خلينا جبالك من ناحية تانية أنا عايزة أختفى من إيه لا البنت هنا محتاجة أصلا دعم نفسي جامد قوي طبعا أماما وجودة يدي لها الصحة المأمات توفى بقى لا لأ لأ ماما الأم بتقول أنا عندي ستين سنة وخايفة إن العمر ربنا يديها طولة العمر والصحة وخلى البنتها وخايفة إن العمر يروح والبنت تبقى وحيدة هنا في جزء مهم قوي البنت قريدي اعتمادها النفسي والكل على هذه السيدة طبعا بالحياة بالزبط فبالتالها لو اختفاء دي أو لقدر الله فقدان دي هنا يبقى فيه أزمة نفسية كبيرة للبنت فعشان كده لازم يكون فيه دعم نفسي قوي جدا دلوقتي أولا لازم نفهمها إن ممكن يحصل ده لازم تعرف إن فيه حالة فقدان نأخذ بلك البنت أصلا قردي مفتقدة نموذج فهمة قصدي لازم أفهمها إنه فيه حاجة اسمها موت وإنه ربنا كاتبها علينا وإنه لازم نتقبلها يعني أنا بقولك البنت دي محتاجة دعم نفسي قوي جدا دعم نفسي إن هي تبدأ يعني هي بتعامل مع أمها كطفلة لم تفطم يعني كأنها لم تفطم وإحنا لازم نعمل كده مع أولادنا كلهم لا طبعا لا بيعد الشر لي هنقول الكلام ده أصفال وعيين ومدركين هيعيشوا الحياة ويشوفوا الخبرات دي ومروا يعني أوم ما وصلوا العشرنات أبدأ أقول لهم لا يا ستي ما نقولش خارس طب ما لأمهات كلها بتقولها الدنيا بتجرب ده أنا لو أنت لا حدش هيسأل عليكم تعرفين أنا مش يسرط البدة بيتها تحدى عليكم يا جملة الأمهات الشهيرة ربنا رياحكم مني أنا ما تكلم في نقطة تانية اللي هي البنت ما عندهاش وعي نحن نتكلم عن إدراك ضعيف أنا ما عافش عمرها الزمني اللي عقلي قد إيه مقارنة مع عمرها الزمني فحن نتكلم يا بتقول أنها طفلة طبعا طول وقت لاحتي يا جات الطفلة دي ارتباطها النفسي بأمها قد إيه أنا أكد أقول أن الطفلة دي لم تفطب نفسيا هي مرتبطة بهذه السيدة طول عمرها فهنا هي محتاجة أولا دعم نفسي قوي جدا محتاجة تعتمد يعني توصل لمرحلة الاعتماد على نفسها ولو لنسبة علشان تقدر تكمل سألها تعرف تعمل كده أنا عافش حالتي كده أنا فعلا أنا البنت دي لو هي محتاجة دعم النفس ده هي والدتها أنا هتموجودة بجرد كالطبيعي بتاعي أجيد